120 يوما إضافيا حصل عليه العراق من الولايات المتحدة الأميركية كاستثناء من العقوبات المفروضة على استيراد الغاز والكهرباء الإيراني لكن الاستثناء الأميركي جاء مشروطا باتخاذ العراق خطوات للتقليل من اعتماده على الغاز الإيراني فيما تؤكد وزارة الكهرباء أن نسب الإنجاز في مشاريع الربط الكهربائي مع دول الخليج والأردن وتركيا قد وصلت إلى مراحل متقدمة مضى العراق بإنجاز وتأهيل حقوق للغاز من حيث ضمان خطة وقودية وبذلك باتت جميع اليوم مقتنع أن العراق متوجه بشكل كبير وفق مقرارات قمم المناخ لأن يمضي بتنويع مصادر الطاقة ورغبتنا ومسائنا الجدية وفق التوجيات الحكومية لتنويع مصادر الطاقة ولم تتمكن الحكومات السابقة من معالجة أزمة الكهرباء رغم مرور نحو عقدين من الزمن وتخصيص عشرات المليارات من الدولارات لحلها إذ أن تهال كلبنا التحتية لقطاع الكهرباء واستشراء الفساد المالي والإداري في البلد فضلا عن الاستهدافات المتكررة لأبراج نقل الطاقة مؤخرا تعد في طليعة أسباب تراجع هذا القطاع الأمر الذي دفع خبراء الطاقة للتحذير من تفاقم الأزمة وبلوها مستويات غير مسبوقة خلال الصيف القادم نتيجة تضاعف أسعار المحروقات عالمياً في سنين السابقة كان المولدات كحل احتياطي أنه يستفاد من عدة هذه السنة حتى أمور المولدات تختلف لأن الوقود المحلي هم ارتفع سعرها فلهذا سعر الأمبير هم يبدو يزداد فلهذا تطلب التنويع في مصادر الطاقة في المقابل أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي توجيهات عدة تتعلق بالكهرباء مشدداً على أهمية استكمال الاستعدادات وتهيئة كل السبل والبدائل التي تضمن استقرار إنتاج الطاقة وفي مختلف الظروف المناخية كما أكد الكاظمي على هامش اجتماع المجلس الوزاري للطاقة أن التحديات المتمثلة بارتفاع درجات الحرارة في الصيف والتغيرات المناخية يجب أن تقابلها حلول عملية وسريعة تتلائم مع حجم الأزمة حيدر الجابر الحراء